موسيقى بدوره يكاد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية في المستشفى العسكري يوضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن نتائج اليومية تبين أن معذل الانتشار الأعلى لفيروس كورونا هو من المخالطة داخل المجتمع مشيرا إلى أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي قامت بتجارب سريرية ووفرت أربعة أنواع من اللقاحات بشكل اختياري بهدف مكافحة الفيروس ما نعتكلم أكثر من مرة أن خطة الإقلاق دائما موجودة على الطاولة متى سنحت الفرصة لاستخدامها الأرقام اليومية تبين بأن عدد الحالات والزيادة المطرودة كانت من داخل البحرين ولم تكن من خارج المملكة والكل يقدر يرجع إلى الأرقام التي تثبت ذلك البحرين من أوائل الدول لقامة التجارب السريرية من 8 أغسط إلى 7 أكتوبر ودخلنا أكثر من 7755 متطوع في فترة وجيزة البحرين وفرت أربع أنواع مختلفة من اللقاحات والنقطة المهمة وبشكل اختياري زيادة الحالات أتت مع دخول التطعيم ونحن نعرف التطعيم يحتاج فترة زمنية علشان نقدر نكون المناعة ونحن حتى ما وصلنا كنا إلى نسبة 50% للأسف مجموعة من الأشخاص خصوصاً اللي أخذوا التطعيم أخذوها بشكل سلبي بحيث لم يلتزموا بالإجراءات أما بما يخص الفعالية ونحن مثل ما قلت الأرقام موجودة عندنا جميع التطعيمات اللي استخدامناها في البحرين أثبتت أنها الفعالية لكن بأخذ عين الاعتبار أنك تلتزم بالإجراءات الاحترازية اللي كنا نذكرها دائماً ليش نحتاج إلى جرعات منشطة؟ باختصار نحتاجها لسببين مهمين أولاً لزيادة المناعة وتقويته ثانياً في ظل وجود هذه التحورات الموجودة اللي خارج إرادة الإنسان وذلك بسبب الانتشار اللي يكون داخل جسم الإنسان فالجرعات المنشطة هي تكون دائماً للسبيل الواقي والبحرين أعلنت عنها وهناك دول كثيرة أعلنت عن هذه الجرعات المنشطة ورح سمعون كذلك بجرعات منشطة في باقي اللقاحات متى يصدر الأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر